تيجي الرسالة الرابعة أنا بسميها رسالة قوة رسالة قوة فصحاح اتنين آية امتداء من آية أربعة بيقول كده فالآن تشدد يا زر بابل مين اللي بيقول حج ولا الرب الرب يقول الرب وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم بس دولا الخدام سواء بحدتك أشارت الخادم المدني أو الخادم الروحي لا وتشدد يا جميع شعب الأرض يقول الرب وعمله فالتشدد دي يعني أنت باش ضعيف فالآن تشدد يا زر بابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم يقول الرب وتشدد يا بقية شعب الأرض وروح الرب يجب لنا ثلاث مصادر للقوة ما أشدد إزاي يا رب هو تشدد كده وبس يعني لا لا تفضل لهم يجيب الرب هنا ثلاثة مصادر للقوة شخصه كلمته روحه فقال مرة تانية بقى في درسالة القوة فإني معكم معيته 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 شخصه فإني معكم يقول الرب يبقى من حقيقة شدد نعم من حقيقة قوة مش كده برضو تشدده في الرب وفي شدة قوته قوته بولس في فليب أربعة لايه؟ الأستطيع كل شيء أنت صبر مان قال لا جماعة في المسيح الذي يقويني فإني معكم شخصه هل ليه عزر أني أبعى ضعيف روحيا ومنها روحيا وربي بيقول لي أنا معك أنا معك أنا وقويك ما ليش عزر فأدي أول مصدر للقوة أقول لكل ضعيف التصق بالرب قرب من الرب والرب حيشددك ويعضدك ويدي لك قوة المصدر التاني القوة كلمته نعم نعم معنا كلمة الله نعم وعده وعده حسب الكلام الذي عاهدتكم به في مصر عند خروجكم من أرض مصر وأنا مش بتغير وكلام مش بتغير وعودي مش بتتغير فهمها نبي شرير مرة قال هل الله إنسان فيكذب أو ابن آدم فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي وعوده كلمته كلمته أنا معي كلمة الله أتقوى بكلمة الله أتغزى على كلمة الله أستمتع بالوعود السابتة والأمينة التي في كلمة الله نعم قال صاحب المزمور لتكن يدك لمعونتي في مزمور 119 آية 173 لتكن يدك لمعونتي لي يا داود قال لأني اخترت وصياك فكل واحد بعيد عن كلمة الله هيصاب بالضحف الروحي هيصاب بالخور الروحي لكن النهاردة ربنا في رسالة القوة جايب لنا مصدر تاني من مصادر القوة هو وعده وهو كلمته فإني معكم يقول رب الجنود حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر والمصدر التالت روحه وروحي يا سلام وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا يبقى الروح القدس أيها مش رب قال التلاميذ في أعمال واحد آية 8 لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا هتروحوا الجبل وتكمسوا معكم الروح القدس نحن يسكن في داخلنا الله الروح القدس أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم لا أتكلم عن كل مسيحي بالإسم لا أتكلم عن كل مسيحي عاش في الخطيئة لكن كل مسيحي مؤمن حقيقي أنتم هيكل الله إزاي يعني يكون لي عزر لضعفي وخواري روحيا وأنا معايا المسيح شخصيا اشتركوا في القناة